أهلا وسهلا بكم سنزرع اليوم نبات محبوب عند القطط وهو عشبة القطط أو نعناع القطط فكيف نزرع هذه النبتة؟ ولماذا نرى القطط وهي تأكل العشب؟ وما هو تأثير هذه النبتة على القطط؟ فإذا أردت الاعتناء بقطتك فهيا بنا لنزرع حشيجة القطط بذور النبتة كاتاريا معروفة عنده تربية القطط سنفتح الآن العلبة لنرى شكل البذور نهيئ تربة زراعية خفيفة وغنية مكونة من بيتموس وكمبوت والقليل من القهوة والبيرلايت طبعا هذا ليس شرط فنباتنا ينجح في جميع أنواع التربة سأضع كرات الطين كطبقة أولى في هذا الوعاء الأخضر بعدها نملأه بالتربة نرش تربتنا جيدا بالماء حتى تتشبه ونوزع البذور فوق التربة بكل بساطة نغطيها بعد ذلك بطبقة صغيرة من التربة ثم نروي بالبخاخ وسأضعها في هذا المكان قرب النافذة حيث الإضاءة ساطعة بقرب زهرة الأوركيد إذا كان الجو باردا ضعها في بيت بلاستيك أو غطها لتوفر لها الدف يومان فقط كانت كافية لبدء الإنبات هنا مر أسبوع على زراعة البذور وكما لاحظتم زراعتها جد سهلة والنبتة آمنة لقطتنا بعكس العشب الذي يأكل منه من الحضائق والمتنزهات لأننا لا ندري هل به مبيدات أو أسمد كيماوية قد تضر قطتنا أو قطتنا ونعرف أن القطت تلعق شعرها وزغبها بالسمرار ونتيجة لذلك يصل الزغب للمعدة فتشعر القطة بالقهي وعشبة القطة مناسبة لهذا الغرض عند أكله أو شمه تشعر القطة بالسعادة فتبدأ بالقفز واللعب وتستمر الاستجابة لمدة عشرة دقائق لكن ليس كل القطة تتفاعل وتستجيب لتأثير عشبة القطة فقط 75% من القطة تظهر هذا السلوك كذلك القطة الصغيرة أقل من 6 أشهر لا تظهر أي سلوك نبات صحي آمن للقطة ولا يسبب الإدمان ويسلي القطة ويحافظ على الجهاز الهضف سمعته بكل سهولة طوال السنة سؤال حلقة اليوم ما هو الحيوان الأليف الذي تربي في بيتك إذن أصدقائي اتركوا لنا تعليقكم في تعليق أسفل هذا الفيديو شكرا لحسن المتابعة والإصغاء دمتم بخير إلى اللقاء اشتركوا في القناة